للمرأة المقدسية دور فاعل في تاريخ النضال الفلسطيني كما تقف في صفوف الأولى في الدفاع عن القدس والمقدسات التقرير التالي استعرض أبرز محطات النضال التي استطرتها المرأة المقدسية منذ الانتفاضة الأولى وحتى اليوم بالمرصاد مجندات بالرباط حواء القدس وخنساواتها في كل وقفة تضامنية أو اعتصام أو مسيرة في القدس تلحظ الكم التواجدي لتلك القائدات في خط الدفاع الأول عن القدس مواقف التاريخ تشهد لهم ففي الانتفاضة الأولى عام 1987 بدأت بسالة نشاط المقدسية مهمتها الجهادية اليومية التواجد ومنذ الساعات الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل في شوارع القدس تبدأ المسيرة بعشر نساء تنطلق من باب العمود تجوب شوارع المدينة وينتهي المطاف بتجمع مئتي امرأة في باب العمود فضلا عن هتاف تثبيت القدم العربية وفك قيد الشباب المعتقلين كانت تقوم بزيارات لأهالي الشهداء والأسراء بلشنا نعمل لجان أحياء لما سكروا علينا فترة طويلة تعريباً ست شهور وإحنا بمنع تجوروا مسكرين وهيك شي عملنا اقتصاد ذاتي اللي هو كل واحد جنب بيته بنى غرفة صغيرة ربا فيها جاج حمام عشان يستفيد منه بعدين نعملنا كمان زراعة للأرض كل بيت فيه جنبه زراعة زرعنا فتحنا بيوت للمدارس صورنا نعلم الصفوف الابتدائية أنا عملت في بيت المستشفى تقريباً لفاس عحيس فصيلة الدم على أساس أنه لما منحتاج دم نروح للحارة الموجود فيها فصيلة الدم ونقولهم تعالوا تبرعوا أنا ما زلت مستمرة وراح أستمر لحد ما أشوفش احتلال في بلدي حتى يومنا هذا تاريخها النضالي لم ينضب ولم تتوانى لحظة عن نصرة القدس رغم الاستهداف المباشر لها من قبل الاحتلال بالضرب والاعتقال والإبعاد لإخماد صوت رباطها بقيت المرأة المقدسية حاضرة شامخة على عتبات القدس نموذج تلخصه جهاد أبو زنيد التي كان لها من اسمها كل النصيب فقد ولدت في نكسة القدس عام سبعة وستين إنجازات لا حصر لها في حجد المسيرات كان آخرها مبادرة دعت إليها منذ لحظة إعلان ترامب بأكبر تجمع نسائي باب العمود اللي بتربى مع فيسر الحسيني بتربى أنه يحفظ كلمة اشتري زمنا في القدس هاي مش كلمة عبره أنا عم باشتري مش زمان ثواني دقائق بالقدس عشان أحمل القدس أنا بقدرش أكون نائب قاعد بمكاتب ولا بقدر ألبس بل لا تقعد أنا واحدة من الناس عهاد ربي إن أبقى في هذه الناكن أنا اليوم أول يوم برجع عباب العمود بعد حرمان بعد ما تم اعتقال لمشاهدة صلاح الدين عشان هيك اليوم أنا بكيت لما وقفت وشميت ريحت القدس بكيت كل مواطن بالقدس طفل مرأة مسن تقدر تقدم إشرا القدس كل شيء لطرابها لأزقتها لحجرتها إحنا علينا واجب أمانة المقدسيات أصحاب المكان محافظين عليها الرواط مرابطون رح نتحدى ورح نصمد ورح نتم الموجودين ومش رح نرحل هيدا دورنا زينا صندوق رؤيا